يا زهراء سؤال ملح وردني مرارا بخصوص تزاحم وقت الصلوات الواجبة مع وقت إقامة الشعائر الحسينية الجواب أولا يجب وجوبا شرعيا قطعيا تنظيم أوقات إقامة الشعائر الحسينية وفقا لمواقيت الصلاة بحيث تكون الأولوية دائما لإقامة الصلوات الواجبة على أكمل وجه شرعي لها ومن بعدها تأتي الشعائر الحسينية ثانيا إذا لم يكن بالإمكان ما تقدم ذكره في النقطة الأولى يجب وجوبا شرعيا أن ينظم برنامج الشعيرة الحسينية المقامة بنحو أن تقام الصلاة الواجبة على أكمل وجه شرعي لها جماعة أو أفرادا أثناء مراسم الشعيرة الحسينية وذلك أن يقتطع الوقت المناسب أثنائها لإقامة الصلاة الواجبة وبعد ذلك يستمر المعزون الحسينيون في إقامة شعائرهم ثالثا إذا لم يكن بالإمكان ما تقدم ذكره في النقطة الثانية أيضا فعلى المعزين الحسينيين ألا يذهبوا في أداء الشعيرة الحسينية كثيرا إلى الحد الذي يكونون فيه متهاونين بصلاتهم وذلك أن يستعجلوا أمرهم بالحد الذي لا يفسد برنامج الشعيرة الحسينية ولا يكون هناك تضيع لوقت الصلاة الواجبة رابعا إقامة الشعائر الحسينية بالنحو الذي يؤدي إلى الاستهانة والاستخفاف بالصلاة الواجبة ووقتها يحولها إلى الشعائر اليزيدية فسيد الأحرار صلوات الله عليه يوم الطفوف جعل الأولوية للصلاة الواجبة حين حان وقتها وأما شيعة آل أبي سفيان عليهم لعائن الله لم يذكر التأريخ أنهم صلوا بل بادروا إلى قتل الحسيني ومن معه أثناء صلاتهم فكانت السهام تأتي كالمطر فحذاري أن نكون من شيعة آل أبي سفيان لعنة الله عليهم جميعا بدلا أن نكون من شيعة آل أبي طالب صلوات الله عليهم جميعا خامسا الشعائر الحسينية التي لا يراعي مقيموها ما تقدم ذكره في النقاط الأربعة السابقة لا تجوز المشاركة فيها قطعا بأي وجه من الوجوه ومأثوم ملعون من رأسه إلى قدمه ما يشارك فيها حسين مصباح هدى وسفينة نجات تاسعاء ألف أربعمية وستة وأربعين هجري قمري عبد الحليم الغزي زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن والعشق كربلائي زهرائيون نحن